زيارتنا الغزة يعني فعلياً تمنعك أنك تعيش إنسان طبيعي ما تقدر خلاص يعني أنت صجة يعني جسمك يطلع مغزة بس كلبك معلق ينزلنانا شوية شيء غريب يعني إحنا ما نقدرين خطورتها يعني إحنا ما عارفين خطورة هذه الطيالة اللي تزن هذه وإحنا ما عارفين خطورتها الغزة يعرفون عدل يعني يعرفون الفرق بينهم بالصوت ياه المتعود ياك المتعود يستخدم إيده شلون يتعود أنه ما يستخدمه شلون يتعود أنه ما في يعني أقول لك ما بعد يعني ما أدري يعني استخدم الله العظيم بس اللي يستشد حزتها هذا يعني أهم يعتبرونه محظوظ قصف مع شوائي أهم يدرون شونه قاعد يقصفون قصفوا المخابز قصفوا المستشفيات قصفوا محطات تحلية المياه قصفوا الصرف الصحي متعمدين يخلونه المكان غير قابل إن أحد يعيش فيه متعمدين هالشيء هذا بس الله مبتليهم بناس عجيبين يعني يقول لك هذا اللي انت معذبه صار اللي يتعذب فيه ثم انتشر يطلع ما يروح يشوف علاله يروح جدان من المستشفى يرفع علامة النصر يقول لها عن عمرها هذا اللي بيتشاني قهر السلام عليكم الكثير مننا شاف الوضع الصعب في غزة لكن من خلال الأخبار فشنو الشكل الحقيقي اللي حصل من الداخل بعيدا عن وسائل التواصل شلون هالغزة قاعد يعيشون يومهم وكيف نرى مشاهد لا نراها كذلك في الأفلام مثل انهيار المنظومة الصحية والطبيب واقف في مؤتمر صحفي حول الكثير من الجثث ولذلك استضفنا الدكتور محمد أسد الكندري هذا الرجل زار العديد من الدول المنكوبة وأخيرا زار غزة تكلم عن قصص لم نراها في وسائل التواصل الاجتماعي وأمور لا يصدقها العقل في هذه الحلقة رح نتعلم فيها عن أمور إنسانية وأمور كذلك تاريخية يجب أن يعرفها كل مسلم وعربي وأي إنسان يعيش في هذا العالم أخوكم ساير الأتيبي والحين خلنا اسمع روايتهم أنزل دكتور احنا اليوم حلقتنا عن غزة نبي عرف متى اللحظة الأولى اللي عرضوا عليك الفرصة لدخول غزة والله يشوف احنا كنا كانت برمضان أكلم لي أخوي دكتور عمر الفويني قال لي أنا فيه فريق قاعد يجهزون لغزة ومحتاجين جراح عندك استعداد قلت له أكيد عندي استعداد يعني جنة فتح لي باب سبحان الله يعني الواحد متعايش مع أحداث غزة وحاس بالتكسير حاس أنه مقدر يسوي شيء فعليا مقدر تسوي شيء فسبحان الله جنة يعني مفتح لي باب فقلت له توكع على الله قال لي ما تبتشاور قلت له توكع على الله أنا كنت محاطي الوالد صراحة يعني زوجتي إن شاء الله أقدر أقدر أفر راسحة بس الوالد لازم تستأذنه يعني زوجتي حتى لو ما رضت يعني بس الوالد لازم تستأذنه فإن فتحت الموضوع معاه يعني الحمد لله رب العالمين على طول وافق وقال لي الله يسروا مورك الشرية فيعني كان هذه يعني يعني كانت لحظة فعلا يعني فارقة يعني حياتي في موضوع غزة بس دكتور هل فترة كانت أحداث غزة بأي تاريخ يعني شنو الأحداث اللي شاهدتوها بهالفترة هل من البداية كلمك هذه كانت قلت لك أنا برمضان كانت أحداث بقان يونس كانت يعني كان القص متركز حزتها بقان يونس كان طايف يعني فترة على حق ممكن ستة شهر نزه المجازر هذه اللي صارت من سبع أكتوبر أكيد كلنا شفناها والوالد شافها وأهلك أقرب الناس لك ما كانوا حذرين معاك أن نتولدنا ما نريدك تكوننا هناك في هذا المكان والله شوف الخوف موجود يعني حتى عندي أنا يعني ما أقول لك أنه بطل وقوي وما أخاف لا لا بالعكس يعني خوف موجود وهو شعور طبيعي عند الإنسان الإنسان مجبول على حب الحياة بس سبحان الله هي التياثير يعني قل لك أنا الوالد يعني صراحة أن كنت متخوف يعني يعني أن يكون طايف من وضع شيء بالعكس يعني جاه الله خير يعني أدري أنا أبو حاس بشعوره يعني بس هو يعني جاه الله خير على طول يعني من أول ما كلمت قال لي الله يصر أموركم إن شاء الله ويعني توكل على الله زوجتي بالبداية كان فيه تردد وتخوف بس يعني مع يعني هي ودها وما ودها عرفت يعني تبيني أروح تبيت تحتسب الأجر وتبيت يعني تبيت هي أهم تتشارك بالأجر هذا وأكيد يعني الله الله يتقبل منهم وهم مشاركين في الأجر يعني هي تبيت وخايفة بنفس الوقت بس بعدين يعني وجوه رمضان سبحان الله ساعدين وهو برمضانك أنا عد عشر لواخر أجواء إيمانية وكلي عد عشر لواخر دكتور ولا قبلها نعم بالتحدي أصدفت العشر لواخر هناك فأنت كنت بأعلى مراحل إيه داش في الإيمانيات دكتور غير الجانب الإيماني شنو الدوافع الثانية بالنسبة لك اللي حفزتك أنك تروح غزة والله أنا يعني أنا أصلا يعني عندي قناعة أن جزء من رسالتنا كدكتورة جزء من زكاة العلم اللي احنا تعلمناه أن نفذل المحتاجين فعليا يعني إحنا بالكويت نقدم محتاجين ما أقول لك أنه بس هذا أول شيء مقابل أجر ثاني شيء فيه ناس أشد حاجة يعني بالكويت حتى إذا أنا كشخص مموجود فيه غيري ما شاء الله يعني المنظومة الصحية فيها بس فيها أماكن ما فيها أنا شوف أنه جزء من رسالتنا نحن كدكتورة أن نوصل هذه الخدمة والعلم اللي تعلمنا أن نخدم فيها ذول الناس اللي فعلا محتاجين فلما يكون عندك إخوانك في غزة وهل قصف والمذابح اللي صارت لهم وما حد قادر دخلهم شيء ما حد قادر سويلهم شيء لما إن فتح لك باب يعني راح يكون هذا شيء وعايد كبير يعني يعني أنتكلم من جانب إنساني ومن جانب ديني ومن جانب أخر من كل الجوانبي يعني إحنا شوفنا أمريكان شوفنا أمريطانيين لا تربطهم فيهم من الولدين بس بشر ديكاترا يحسون كانوا معاكم هناك موجودين دكتور في وفود كثيرة يعني تروح صارت حوارات بينك وبين ومن هناك وعايد متأثرين جدا يعني يعني هذا الشيء لمسته جدا يعني أن أهم يعني مو بس متأثرين باللي يصير يعني ناقمين على حكوماتهم على المنظومة الغربية هذا شون تسمح بها الشيء يصير بهالعصر هذا دكتور في حدث اللي هو قصف مستشفى المعمداني قبل روحتك هذا الحدث كنا تأثرنا فيه يعني أول مرة نشوف مؤتمر صحفي طبيب واقف حول جثث ما مر علنا في التاريخ أبدا هذا المشهد فإحنا كناس ما نفهم تفاصيل المستشفيات ودورها وأهميتها تأثرنا بشكل كبير أنت كطبيب هذا المشهد لما شاهدته شنو كانت يعني أول مشاعر اللي تلقيتها أول شيء صدمة صراحة لأن أول شيء شلون يتجرؤون يقصفون مستشفى المستشفى محمي بالقوانين الدولية ويعني مع الأسف الواحد يعني يقرأ يقرأ الأحداث ويستشف منها بعض الأمور هما متعمدين ما في شيء بالغلق يصير وما يسلم شيء بالغلق هما يتعمدون يسوون شذيء يعني يشوف مثلا المستشفى المعمداني أو الشيء بداية بعدين وخروا عن المستشفيات وردوا على مستشفى الشريفة وصارت عليه بروبوغاندا وحدث كبير أهتم إخلاء المستشفى الأوروبي لم يكن تكلم عنه يعودون العالم بطريقة بطيئة مرة وراء مرة وراء مرة وراء خلاص أنت تفقد الإحساس بالموضوع أو يفقد زخمة الموضوع وهم متعمدين يسوون هذه الأشياء لما يضربون قافلة إنسانية دولية متعمدين يسوون هذه الأشياء لأن طاقة وقافلة دولية وبعدها نتأسف وغلط مش عارف إيش مرة ثانية مرة ثالث مرة رائعة خلاص مطبخ العالم يسكر طوافل يعني منظمات كثيرة سحبت سحبت طواقمها بالعدم توفر الأمان فهم متعمدين يسوون هذه الأشياء حزتها ما كنت يعني ما كنت حاسب هالموضوع هذا بهالطريقة هذه كنت متصور هذا يعني بعد قصف المعمداني ستتغير المجريات سترى أين لازم تنحط يعني وين رايح أنت مع الأسف مو هذا اللي صار عندهم جرين لايت سوون اليوم زين لما قررت تروحون إلى غزة الرحلة اللي هي رحلة الوفد الكويتي أكيد في أهداف متقاربة لأهداف الوفود الأخرى بس نحن نركز على أهداف رحلتكم شنو كانت الهداف اللي أنتو حطيتوها قبل المغادرة والله نحن الحمد لله رب العالمين يعني كنا محظوظين أن فيه وفد راح قبلنا ووفد الكويتي راح قبلنا وأن الهلال الأحمر راحوا قبلنا وفادونا جدا صراحة من هالجانب هذا ترتيب إجراءاتنا يعني أول شي يعطونا يعني ناس نتواصل معهم داخل غزة اللي يشتغلون في المستشفى الأوروبي وفي المستشفى الكويتي قدرنا نحصل الأرقام وتواصلنا معهم شنو احتياجاتكم بالغب ثاني شغل أهم مشروحون لنا الوضع طريقة آلية العمل الدخلة شلون الطلع شلون هذا كله يعني كانوا موضحين لنا يعني الجمعية الكويتي اللقاثة ومؤسس رحمة العالم يعني فيه تواصل بيننا وبينهم بس لما واحد متخصص بنفس مجالك يعني يتكلم محمد جمال جراح بنفس مجالك يقول لك هذا يفتح لك واحد دكتور محمد شمسة ما قصر معنا هو دكتور استشاري تخدير وعطاني وقال لي محمد وشدي وهو بنفسه يابلي أغراض وقال لي هذول يقدموا معك للمكان الفلاني يعني كانوا مصصين الظاهر قبل قال لي هذول الأغراض أمانة معك توصلهم للمكان الفلاني فهذا شيء يفتحنا باب أن نعرف يعني فعلا يعني كل الوفود قاعدت روحوا لها أهدافه قاعدت تنتج يعني بس الانتاجية تختلف من شخص لشخص يعني هما بحكم ان هما راحوا اول ناس ما قدروا يسوون اللي احنا سوينا بس روحتهم وايد فادتنا احنا اننا ننجز يعني انتو حين تجهستو يعني هلال الاحمر عطاكم الالية والنظام اللي حصل معاهم داخل غزة الحين دكتور نبي ناخذ التجهيزات منك التغطية الاعلامية اللي كانت معاكم احنا عارفينها معاهم تليفوناتهم اللي هم دورهم الاعلامي الكبير في الترويج والتبرعات لأهلنا في غزة بس نبي نعرف الطاقم الطبي ماذا كانت تجهيزاتها قبل المغادرة بس نقطة لان نوائد ناس علموا مني حزبالهم انا انا ما بياخذهم ولما كلمني اخوي عمر لثواني قال لي محتاج جراح انت تبتي ولا لا يعني انا مو انا اللي اختار الاشخاص ولا لأي يد بالموضوع قال لي مثلا تساعدني ابي دكتور مثلا مقعصاب انا تواصلت وما حصد هو تواصل وقدر يحصل الدكتور مشعل الجسار ويعني توفق ويا معانا دكتور عيون هو اريد كانوا مكلم دكتور يعني هو طلب مني مثلا تخصصات معينة وانا ساعت بالمحيط اللي حوالي ويعني اللي في ناس يو عن طريقي وفي ناس هو يعني عمر لثواني بعلاقاته قدر يحصل الناس فتشكلت الفريق بناء على الاحتياجات اللي طلبوه احنا هو اول شي مع الاسف انه رقم محدد يعني ما نقدر نزيد عن سبعة عشر شخص الوفد اصلا كانوا معطينا خمسة عشر شخص بس اي بس يعني في احتياجات مهمة ملحة لازم لازم تكون موجودة فسبعة عشر شخص ما نقدر نزيد الوفد عن شديد وهذا بعد يعني اخذ رد وايد بالكلام هذا من جانب الاشخاص الوفد الطبي من جانب التجهيزات نفسها في كان فيه تجهيزات يعني هما بعد استشارة الدكاترا وبعد ما تكلمنا مع الدكاترا اللي داخله بحكم شغلنا احنا يعني شغال وعارف شنو احتاج يكون موجود معاي اثناء العمل فبدينا نجهز الامور جزاهم الله خير الاخوان بوزارة الصحة والمخازن الطبية يعني تعاونوا معانا بشكل اكثر من رائع يعني جزاهم الله خير يعني فالاخوان بوزارة الصحة جزاهم الله خير يعني ما قصروا كلش كلش ما قصروا واي شي كنا نبي يعني طلعوا معانا اشياء يعني شغلات غاية فاننا اللي صار بس صار فيه شوية يعني شوية مشكلة بالتنسيق مع الطيران العسكري فروحتنا كان مفروض ان نروح بالطير العسكري فاننا مجهزين نفسنا على اساس ان نروح بالطير العسكرية تشيل وايد وايد اكثر شوية بسبب يعني شوية مشكلة التنسيق هذه اضطرنا ان نروح بالطيران المدني فاضطرنا ان نرد ان نغرب للاشياء ناخذ الليل الاولوية القصوى وباجئ الأشياء بالتنسيق مع أخوان برحمة حول العالم قدرنا ننيبها من مصر الحمد لله دكتور بس أنا يهمني أنت قلت العدد 15 تمام لو أقول لك تقدرون أن تأخذون أكثر وأنت كنت هناك في غزة نحن نأخذ المرحلة البداية لو يرجع فيك الزمن كم يمكن تحتاج من عدد من الدكاترة على الأقل عشان تلحقون على العمليات التي تحصل في غزة من أصل 15 أنا قلت شوف المشكلة ليس فقط بالعمليات يعني نحن بالوقت الذي كنا موجودين فيه كان فيه جراحين يعني أنا كشخص كمحمد كنت أكون مفيد أكثر في مكان ثاني من العمليات من غرفة العمليات يعني أنا كنت أروح أشوف مرضى القرح السريرية كنت أنزل الحوادث أساعد دكاترة الحوادث أفيد أكثر أنا شايف أن أفايدتي أكثر من وجودي بالعمليات لأنه فيه أربع جراحين موجودين يأي من مفود ثاني وهذا شوية يعني كان يعني إحنا هذه الملحوظة شفناها أنه كان فيه سوء تنسيق بين الوفود الطبية يعني وما ألومهم صراحة لأن الوفد الطبي لما يدش قعيب مع أشياء غاية أي وفد يدش مع مستلزمات هم محتاجين المستلزمات أكثر من الناس بس المستلزمات ممدش إلا مع وفد طبي فأي وفد طبي يقدم بأي تخصصات يقول الله تعال فأهني شوية يعني لاحظنا أنه شوية فيه يعني مو تكد بس فيه بعض التخصصات كان فيها أكثر من شخص يعني دكاترة العظام أول أول رحلة لأنه كان فيه 19 دكتور أعظام بنفس المستشفى دالما يتم توزيعهم على باجة المستشفيات الأصل شم يعني عشان أنا بعرف لأنه أريد أن الناس تعرف حجم الاحتياج اللي كنتوا تحتاجونه من عدد الأطب الحاجة ضخمة جداً بس المشكلة المكان يعني أنا قاعد أكلمك كنا بمستشفى الأوروبي بس مستشفى الأوروبي فيه أربع وأربع يعني فيه ثمن قرف عمليات فوجود 19 طبيب أعظام بنفس الوقت أنا أقول لك يعني إذا نتكلم عن غزة لا ولا أمي الطبيب أعظام يكفونها ولا أمي يكفون يعني الإصابات أغلبها بالأطراف إصابات اللي قاعدت هي إصابات القصف هذه أغلبها تيب الأطراف فأنت محتاج عدد ضخم جداً من معدات ومن ديكاترة ومن طواقم ومن كل شي يعني يعني الإعظام هذا ركن أساسي من التراومة بس وين يشتغر يعني أنت مو بس شخص الدكتور وبعدين تحتاج غرفة عمليات تحتاج أدوية تحتاج معدات تحتاج تحتاج هذه الاحتياجات رح نية الدكتور رح نفصل فيها داخل غزة حيب نرجع على إجراءات الدخول المسار نتو قلت أنه ما قدرته على الطائرة العسكرية لظروف وأسباب توجهت عن طريق الطائرة المدنية عدل خلنا أخذ الرحلة معك دكتور المسار من الكويت إلى دخول الغزة بالتفصيل نبيها قصة كاملة ماذا حصل معك؟ طبعا ليلتها ودينا أغراض المطر مع الأخوان جميعي البيتية اللي غاثة صراحة يعني مجهود خارق يعني أنت تخيل قاعد أخوان يعني إحنا كنا شائلين معنا تجريب 300 كرتون شيء شديد ما شاء الله هي يعني تتكلم عن أطنان يعني وكلها تسجيل وترتيب واللي مو مرتب عدل يرتبونه يعني في المطار صراحة بدلوا جهد كبير جدا وبرمضان كان العشر لواخر الله يعينهم خلاصنا تجهزنا وودعنا الأهل وضبطنا أمورنا وتوكلنا على الله الطيارة كانت الظهاري ورحنا تجمعنا بالمطار أغلب الدكاتر أعرفهم يعني أنا وحتى الأخي عمر ثواني يعني في معرفة سابقة بينه وبينه تعرفنا على الأخوان يعني ما كان فيه سابق معرفة بينه وبينهم وركبنا الطيارة وتوكلنا على الله نزلنا مطار القاهرة كان حزة الفضر فضرنا بالمطار يعني أكلنا تمرتنا بالمطار وعلى الفندق دخلنا الفندق يلا أنا رايحة وضبط أموركم راح نلتقي مع وفد رحمة حول العالم عشان يشرحوا لنا كل الإجراءات بالتنسيق بالضبط على يعني بين الفطور والسحور قاعدنا معهم كانوا الأخ أديب وفويكي يعني مجموعة من جماعة رحمة حول العالم رحمة حول العالم كررته وايد دكتور نبي نعرف عنها أكثر هي منظمة أمريكية أهم اللي صارت فيه تنسيق بينهم ومن بين جمعية الكويتية اللي غاثة عشان ندخل إلى غزة وعندهم يعني في عندهم يعني أستس داخل غزة هما شغالين حتى من قبل 7 أكتوبر يعني شغالين من زمان بغزة وبالضفة الغربية يعني شغالين بفلسطين عموما فعندهم علاقات وعندهم يعني طرق للتواصل طرق لتأمين القوافل الطبية شغالين هما بالعمل يعني مو بس طبي عغاثي بس عندهم خبرة يعني جيدة بالعمل الطبي فعندهم ترتيب يعني زين وايد فقعدنا معهم وقالوا لنا يعني الأسس دخلا راح نروح نطلع الفير راح نركب بباصات نروح لمعبر العريش راح لتأخذ لها المخلوظ يعني نظريا مخلوظ تأخذ ست ساعات ممكن تمتد إلى ما شاء الله يعني يعني هو يقول مرة قاعدنا أكثر من 24 ساعة بالطريج هذا أنا فيه نقاط تفتيش كثيرة مرات توقف عليه وحرصوا علينا على موضوع السيفتي يعني هم وايد كانوا حريصين على موضوع الأمان فالجروب اللي طالع معهم هم حريصين جدا أنه يكون يعني غير مستهدف بشكل كامل فكانوا حريصين أنه ما تطلع بروحك ما تتحرك بروحك يعني لا تشير الفلوس إذا تبي طالع شرية تتمشي لا تشير الفلوس تبي تبرع عطنا الفلوس احنا نوصل وقل لنا أبي وصل لحق فلان جدامك راح نوصل لحق قلي تبي بس أنت لا تشير الفلوس به إذا تبي توزع مثلا حتى ككاو لا توزع ككاو يعني كانوا وايد حريصين من جانب أمني يعني ساعات تصير لما حوالي يعني إذا اللي بيوزع ككاو مثلا يا ها من زمان وشا فين ككاو أكيد بيت يمعون عليك يعني هم ما يابون يصير شديد شو شرح حوالي أي أحد من العضاء الوفدي يعني من جانب تنظيمي وأمني بس تطلع بالسيارة ترجع بنفس السيارة سيارة مؤمنة خلاص يعني فيه تنسيق بينهم بين الجانب الكهان أن هذه السيارة تبع جمعية قاتية طبعا لا يؤمن جانبهم بالنهاية يعني بس الواحد يبذل السبب يعني يعني مو بايعينها كل شيء بس يعني عطونا التوجيهات هذه كلها ووقعونا على أوراق يعني إذا صار شيء خارج عن إطار المألوف ما تحملون المسؤولية يعني ما نحمل التبعات القانونية شيء طبيعي يعني بس الورقة هذه أن أنت تخلي سبيل المنظمة إنما ترجع عليهم قانونيا إذا صار معك أي شيء يعني بس إذا أنت طبعا إذا ما لتزمت بشروط اللي هم حاطينها في حمايتك صح؟ ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام يعني مثل هذا التأمين مو يقول لك غير شامل الكوارث الطبيعية مش عارف نس الفكرة فبس بعدين رحنا يعني ريحنا صحينا على الفير يعني قال الله الله قبل الفير سحرنا وصلنا الفير وتوكلنا على الله ركبنا الباصات وباسم الله قاعدنا تقريبا أربعة عشر ساعة بالطريج من وقفات ومن اتفاتي شو تصاريح ومشاريع كل النقطة لازم تطلع لهم كل تصاريح ويتأكدوهم من الأسامي كل نقطة يتكرر نفس الموضوع في مواقف معينة دكتور يعني نبي نأخذ أبرز المواقف لا في الباصات ما كان في شيء يعني ما كان في شيء ملحوظ يعني رحلة باص متعبة يعني بس هي رحلة باص بالنهاية يعني يعني ما ما وقفونا مثلا مدة وايدة طويلة ولا ننزلونا يفتشونا ما 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 حصل الشيء كلها كان من منسق مسبقا يعني يعني أنا أقول لك الحمد لله أننا من الكويت الخارجية الكويتية من خاطبة الخارجية المصفية يعني هذا كل الموضوع تم تنسيقها من قبل يعني أسف بس يعني الحمد لله يعني كانت ماشية منين وصلنا لحدود العريش نزلنا الأغراض قلت تكلم عن غير الأغراض التي نشائلينها لهم الأغراض يعني شارينها في مصر فأنت تكلم تجريب العشرة طن معدات فكلها نزلناها وحطيناها على السير وكانت حزت فطورهم يعني وصلنا حزت فطور فحتى العمال اللي كانوا يعني عمال النقل يعني ما شوية هدونا ومشي وايض منهم هدونا ومشي يروح يفطر ونحن نبي نديش نبي نخلص يعني طريق طويل وهم ورانا مشوار يعني الغراض رح نأخذها داخل غزة ونرتبها مرة ثانية ونضبط أمور يعني في ورانا مشوار يعني سهارية أنا أبي نخلص بسرعة فقمنا للشباب يعني تعاونة وزا ما الله خير كل قام يشيل ويحطوا شيلنا أغراضنا كلها دخلناها الحمد لله يعني تيسرت أمورنا وعدينا المعمل الحمد لله حين تو دخلت وغزة شو المشاعر الأولى أنا أبي نأخذ تفاصيل تفاصيل المكان شو المشاعر لي يدكم شو كان طبيعة المكان احنا نسمع نغزة من بره الحين تقع تكلم أنك دخلت في وسط الأحداث شو اللي شفته شعور غريب صراحة سبحان الله شفت أول مرة تشوف يعني أنا شبهها بهالشعور مو نفس الشعور بس شعور مقارب له أول مرة تشوف الكعبة نفس يعني شعور مقارب له شذي شعور هي رهبة هو شذي يعني راحة نفسية حوب يعني سبحان الله شي شي غريب يعني هذه العلامة هذه ولكم تغزة هذا اللي دمراها الله يدمرهم يعني لا ذكريات جي أين الصراحة يعني أقول لك هي مجموعة مختلطة من المشاعر سبحان الله تحس ريحة الجو غير شيء غريب يعني راحة نفسية يعني هذه الزنانة تسمعها حتى من الحدود من مصر تسمع تبلش تسمعها يعني بس لما تدخل داخلها يبدأ صوتها يصير واضح يعني أول ما دخلنا ما كان فيه قصف بس هذه الزنانة موجودة تسمعها على طول يعني أنت فيها تعرف الشيء غريب يعني مشاعر غريبة بس بنفس الوقت أنت مرتاح ما رتعبته دكتور أنا أقول لك الحمد لله يعني ما أدري يعني صدف بحزة اللي دخلتنا ما كان فيه قصف يعني بحزتها فما يعني ما كانت هذه المشاعر هذي موجودة نزلنانا شوية شيء غريب يعني إحنا ما نقدرين خطورتها يعني إحنا ما عارفين خطورة هذه الطيارة التي تزن هذه إحنا ما عارفين خطورتها الغزة يعرفون عدل يعني يعرفون الفرق بينهم بالصوت يعني بعدين قاموا يقولون أنه هذه شذية هذا شذية هذا شذية يعني حتى هم مو بس الجسم يعني حتى القصف يعرفون هذا مدفع هذا دبابة هذا استهداف طيارة ونوع الطيارة يعرفون كل شيء مع الأسف بالخبرة يعني أنا سؤالي دكتور على المشاعر لما تدخلون غزة أنا قاعد أتكلم يعني مع دكتور شاهد لحدات من 7 أكتوبر ليه شهر ثلاثة أظن أو أربعة في رمضان فهذه المشاهد أنت شفتها معنا فأنت عارف أنت مقبل على شنو بالضبط فسبحان الله شن هذا الشعور شعور الاستقرار يعني التماسك هذا اللي عندكم مع دخولكم غزة يعني هل عندك سبب؟ هل تخذ في سبب؟ أقول لك هي شيء يعني يعني ما أقدر أفسر لك يا تفسير علمي يعني منطقي ما أقدر صراحة بس هي شيء يعني رباني وقلت لك يمكن أجواء رمضان كانت مساعدة وايدة يعني بالموضوع يعني أنت أصلا مشحون دينيا يعني يعني الفولت الإيمان شوية مرتفع وسبحان الله يعني أقول لك بالحزة اللي دخلنا فيها ما كان فيه قصف فهذا عطى يعني شعور أكثر وبعدين حتى استقبال لهذه الغزة يا أخي ناس عجيبين حسزونك أننا جننا قداش فاتح عليهم وأنت أصلا يعني يعني صارك ستة شهور مقصر معاهم ومقعين ذبحون وويون واللي يبي يحب راسك واللي يبي وأنت يا جماعة الخير أحنا اللي نحب راسك صبره شوي فسبحان الله حتى يعني أهم استقبالهم حفاوتهم ويعني الوضع اللي حسزوننا فيه جننا سبحان الله يعني الأمور سود ومهودية الآن بنتكلم دكتور على فكرة المنظومة الطبية يعني طول فترة الأحداث دائما تطلع لنا أخبار انهيار المنظومة الطبية نحسه شيء كبير أنا كمشاهد ممختص في الجانب الطبي لكن ما عارف هذا المفهوم شنو المقصد فيه يعني لابنعرف منك شنو معنى انهيار المنظومة الطبية شوف يعني كون فيه أصلا دكاتور قاعد يشتغلون حاليا في غزة هذا بحد ذاته شيء رح ينكتب بالتاريخ حرفيا رح ينكتب بالتاريخ اللي تعرضوا له يا غزة ظلوا اسلام دين وقاعد يخدمون أهلهم هذا شيء صراحة وهما صاروا مستهدفين يعني الموضوع مو موضوع أن أي قاعد يساعد ناس لا 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 دكاتور صاروا مستهدفين كونك أنت دكتور قاعد تشتغل في غزة أنت مستهدف لشخصك بالعمل اللي قاعد تسوي وهم جدامهم يعني إحنا يوم رحنا ما رحنا نبتشري إحنا رحنا عقب ما صار يعني اقتحام الشفاء الثاني ومجمع ناصر صار عليه اقتحام وقصفت أكثر من مستشفى مستشفى الأندونيسي مستشفى مستشفى حمد يعني فيه مستشفى قصفت فيه دكاترا نسحبه من المستشفيات فيه دكاترا أعدمه ميداني جدام زملائهم فكون الدكتور اللي أصلا ما قاعد يأخذ معاش صار له يعني حزتها صار له سبعة شهر ما قاعد يأخذ معاش يعني وهو أغلبهم نازحين أهلا بخيمة ما يدري أصلا عندهم أكل يومهم ولا ما عندهم كهربتهم شلون شون تكرم القلع عندهم شون يعني أبسط الأساسيات للحياة مو متوفرة حق أهلا عيالا اللي هو بدلا لا يروح يقعد يجاب العيالا هو رايح يجاب الناس وحط حطروح على كفة بدون مقابل يعني هذا بس مجرد هذا الشيء هذا يعني شيء شيء مو طبيعي حين نتكلم عن المنظومة الصحية المنظومة الصحية في يعني في منظومة إدارية في منظومة من كوادر طبية في منظومة في المستشفيات المباني في المستلزمات كلها ممتوفرة كلها ممتوفرة يعني كثير من الطواقم الإدارية بسبب الاستهدافة اللي صاره وطلعه الأشخاص الكبار يعني قيادين وايد من القيادين في وزارة الصحة طلعه معقب ما شافوا اللي صار بزملائهم يعني الموضوع ما في يعني يعني أغلب الحين تكلم ما في ولا مستشفى بمعنى مستشفى شغل ولا مستشفى يعني كان آخر مستشفى المستشفى الأوروبي قبل أسبوع تم إخلاء يهم أنذروا تم إخلاء المستشفى ما في يعني المستشفى الحين بلاط بس ما في أحد يعني قدروا إن شاء الله اللي يقدرون يشيلونه من الأجهزة ودهوا مستشفى ناصر بس حاليا ما في ولا شيء المستشفى يعني أنا أول متواصل مع واحد يعني من الأطباء اللي كانوا بمستشفى الأوروبي يقول طلعه ما في ولا شيء مستشفى يقول أخاوية على عروش يهي ما فيها ولا قطل حتى طاوم المستشفى اللي الحين موجود ناصر تم إطلاف أكثر من مرة يعني اللي الحين قاعد يحاولون يأهلون أنا ليش كلك أن أهل غزة يعني يعني عجيبين يعني شوف دكتور أبو سلمية تسعة تشهر تقريبا تسعة تشهر معتقل يعني الوصف اللي شافوه طريقة تعذيب التي تعرض لها شيء يعني بشع جدا جدا يعني مجرد أنه طالع بعقله هذا شيء يعني ما شاء الله الله مثبته أول ما راح وين راح راح جدان مستشفى الشفى أطلال مستشفى الشفى سوف نعمل سبحان الآن أنا معارش أقول لك السؤال اللي بعد دكتور يعني أنا كان ببالي صراحة تساؤل أن الآن الطبيب في غزة شون قاعد يعيش يعني شون قاعد يخلي حياته تستمر هل أنا ساعد الإنسان الآخر ولا أنا شون ساعد نفسي يعني هذا التساؤل عندهم هل هو الآن بين هالخيارين دكتور جدا جدا وأنا أقول لك يعني وايد منهم ما قدروا يوفقون بين الأمرين في منهم قال خلاص أنا يعني وجودي بالمستشفى فعلا قاعد أساعد الناس بس عندي ناس أساعدهم يعني يعني اللي أمه مريضة اللي عند عيال أصغار اللي أنت يعني تقول نازح ترى أنت الموضوع الموضوع ترى يعني يتجاوز الخيال والله يعني أنا شفتهم لما نزح وفي رفح قبل الله أن نطلع شفت أهل البيت اللي إحنا كنا قاعدين معاهم هذول يعني الله منعم عليهم ويقدرون يأجرون سيارة يشيلون أغراض ما يدرون شين يشيلون أهم متوقعين ما يدرون شين يشيلون لأن يدري يقعد بخيمة ما فيها ولا شي يعني نروح البر يومين ما نتحمل نرجع بيوتنا نسبح ويضر مرة هذا يقعد ما يدري لي موت ولا أصلا يعني هذا المقتدر اللي عنده خيمة اللي ما عنده خيمة عاد تلقى لك شي تلقى لك شي بس تستر أصرتك فيه ما في ماء ما في كهربة ما في يعني إجراءات الرمل الخالة وش ما في مو متوفرة أنت تخيل هذا اللي يهد عياله به هذه يعني أكيد يعني هما بين بين نارين يعني شي صعب جدا عشان كذلك أنا أقول لك مجرد وجود دكتور يشتغل في غزة بطولتهم يعني شي غريب ما لا وصف فعلا وشي غريب أنا لاحظته مع الكل يعني أنا أول يوم رحت قلت لك شوية شفت شوية هذه الزيارة الأولى الزيارة الثانية كان زيارة الأولى شفت أن شوية غرفة العمليات يعني يؤدون هذا الجانب فكلمت أنا رئيس قسم الجراحة دكتور عماد الحوت قلت لأنا بمر مع الأطباء الغزاوية بشوف أهم شنو يبون بالإجراءات اليومية غير الحالات الطريقة يعني اللي يدي إصابات لأن في ناس صادين هالجانب هذا فعلا أنا ودي تساعد بهذا الجانب ممكن تساعد بجانب ثاني وانصدمت صدمت حياتي لما نكون عندنا خفارة يعني تكون خفارة صعبة ثاني يوم لا أستطيع تكلمك خلاص يعني نسيتك هنا تخيل هذا يأي من بيته أصلا يعني أي بيت يأي من خيمته والله العظيم وأنا ما تكلم عن شخص تكلم عن أربع أنا مريت معهم الله يذكرهم بالخير ويحفظهم يا رب ما يرد أحد قاعد نمشي والمستشفى في مناطق اللجوء يعني المستشفى يا دوب تقدر تمشي يا دوب تقدر تمشي كل يعني الممر مكسوم نصين نص في لاجئين نازحين ونص الناس تمر فيه هذا النص الذي الناس تمر فيه عادي تلقى أحد يخبز أحد عادي يعني شيء ذي الوقع كان بالمستشفى وهذا الدكتور اللي عايش سبع تشهر بهالوضع المزري هذا لما يلي ياهل يقول لها دكتور يوقف ويبتسم بيها وقال نعم يوقف يكمل يخلصه يوقف يخلصه يعني إذا يقدر يساعد يساعده كلهم شيء 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 عجيب أحد الشغلات بعد اللي سمعناها منكم وأحتاج تفصيلة فيها اللي هي لما أنتم كنتوا تعالجون المرضى في غزة إن كنتوا تشاهدون الشغلات غريبة ما تشوفونها يعني بأي وضع وبأي مستشفى في العالم حالات عليها أمور يعني هذا الكلام نسمعنا أن أجهزة جديدة عسكرية ما صارت في العالم فنبي نسمع قصة منك دكتور يعني شو اللي شاهدت هناك فعلا يعني أنا ما اشتغلت بمناطق حروب من قبل عشان أعرف إصابات الحروب بس في ديكاترا متخصصين في إصابات الحروب وقالوا وأنا صدفت أحد منهم يعني في غزة وقال لا يعني يعني ما شفت شيء كذي من قبل ويشتغل طبيب حروب يعني متخصص في إصابات الحروب يقول أنا ما شفت شيء كذي من قبل بس أنا أقول لك مثال يعني مشكلة مو بس الإصابة نفسها مشكلة ما بعد الإصابة يعني أنا أول حالة أنا اشتغلت فيها مريض انصاب وظل فت يمح دي دري يسعف على ما يعني المنطقة وقف القصف عليها لما قدروا المسعفين يروحون وإصابتها كانت شديدة يعني كان إصابة يعني ثاقبة في البطن وكان في عندها ثقب بالقلون وكان عندها كسر في الحوض وكان إصابة شديدة يعني سبحان الله يعني ظل ظل عايش لين قدروا يسعفون وداش تقريبا كل المضاعفات اللي مكتوبة بالكتب حق الحالات اللي مثال هذه من يعني تسمم في البطن يعني أنا ما لحكت على عملية الأولى كانوا مسوين العملية الأولى سوى لتحويل مسار الروج تنظيف هذا الجرح وصار عندها تنخر في العظام صار عندها تآكل في الجلد في المنطقة هذه يعني يعني أقول كان أنت مثلا تقول والله إصابة صح إصابة بس أنت ما بعد الإصابة هذه ترى أسطويلة أسطويلة جدا يعني مريض المريض اللي يصاب مثلا قدر بريلة ومثلا يقدرون يقذوا ريلة ما يحتاج بطر بس يرح يحج تلوث بالجرح مثلا ومحط لهذه الدعامة الخارجية اللي تشوفها الحديدة اللي من بره تركب هذي ترى تعذيب تعذيب حرفيا المريض يعاني يوميا لما يسألون للغيار صراخ وعوار وألم أشهر رح يظل مع هالشي هذا الطفل اللي انقصت إيده يعني انبترت إيده غير أنه أصلا لما يلتأم الجرح من غيارات وعذاب يعني يعيشه ياهل متعود يأكل متعود يستخدم إيده شلون يتعود أنه ما يستخدم شلون يتعود أنه ما في يعني أقول لك ما بعد يعني ما أدري يعني السلام الله العظيم بس اللي يستشهد حزتها هذا يعني هم يعتبرون محظوظ حرفيا يقولون هنيالة يعني فلان والله استشهد هنيالة يقولون مرتاح بس اللي يصاب هذا يدش بمعانات يعني كبيرة جدا الله يعينهم صراحة إذا حصل الخدمة طبية إذا حصل الخدمة طبية في ناس ما يقدرون أصلا يصلون للخدمة الطبية يعني يعني نتكلم عن المستشفى الأوروبي في ناس يعني عشرين كيلو بعيد عنها ما عند ما في سيارات ما في شون يعني المعانات يعني وائد كبيرة وائد يعني ما تنوصف المعانات شيء شيء صعب جدا أنتوا كم يوم استمرأت هناك في غزة عشان أعرف الزيارة الأولى كملنا السبع تأيام كانت مخططة للزيارة الزيارة الثانية اضطرنا نخليق قبلها بيوم السبع تأيام قلنت تكلم عنها كم تغريب عملية جراحية سويته في هذه الفترة كفريق طبي الزيارة الأولى والله كأرغام ما يحضرني صراحة بس هي بالأميات يعني بس ما يحضرني بالضبط بس الزيارة الثانية كان انتاجيتها وايد أكثر من حيث الترتيب لأنا قلت لك احنا رحنا وشفنا وخططنا حق الرحلة اللي بعدها يعني نسقنا مع المستشفى الكويتي نرحنية ونشتغل حالات جراح عاموش جراحة وحالات المسالك البولية وبناء على هالأساس تم ترتيب الحالات وتجهيز الحالات يعني الطب ترى مو واقف بس على مصابين الحرب فعلا مصابين الحرب يعني ثقل كبير يعني شي ضخم جدا قط على المنظومة الصحية بس بالنهاية فيه أمراض ثانية هم تحتاج للتعالج المريض اللي عنده حصم مرارية يوميا قاعد يزور ومحد فاضيلة أصلا يسوي لعملية حق الأمرارة ولا مريض الافتاق اللي منحشر كل يوم داش المستشفى ولا المريض اللي عنده التواء بالقلون يعني في حالات ثانية قاعدت عاني قاعدت عاني يوميا بس محد لاحق يساعدهم وإحنا كان يعني جزء كبير من هدفنا بالرحلة الثانية أن نساعد هذول الناس بالإضافة إلى أن نقدم خدمة أساسية اللي هي نحاول إعادة تنظيم يعني إحنا كان تخطتنا الأساسية بالزيارة الثانية أن إعادة تأهيل طوارئ مستشفى الأوروبي يعني رتبنا مع الدكاترا من قبل أن المستشفى يعني أول خط في المستشفى هو غرفة الطوارئ إذا كانت غرفة الطوارئ وممرتبة ما تقدر ترتب شيء ما تقدر تسوي شيء بعدها ما بعدها يترتب على الفوضى اللي موجود بغرفة الطوارئ فكان يعني شيء أساسي ركيز أساسي كانت أن نعيد تأهيل قسم الطوارئ ويعني تكون الفريق بعد ما رجعنا طبعا قاعدنا وتناقشنا وتناقشنا حتى مع الدكاترا في غزة يعني كان في تواصل مع بعض يعني جزء من الناس اللي في وزارة الصحة في غزة شنو الأهم شنو يعني يعني أولى الأولويات شنو المفروض نسويه كأول شيء نحتاج نسويه في الرحلة اللي يعني تقريبا صار فيه توافق أن طوارئ المستشفى الأوروبي تحتاج ترتب لأن كانت فوضى عارمة تماما شنو اللي أنجز الفريق الكويتي من ناحية هم إعلامية أنا ودي أنت كلم عن الوفد ككل في ناس للأسف يعني بكو صريح وياك دكتور ما عرف حجم زيارات اللي أنتم سويتوها وتأثيرها على أهل غزة أنا أدري الحدث كبير يعني وحتى لو حاولنا سنوات طويلة ما نقدر يعني نغير الواقع اللي حصل هناك لكن على الأقل خلينا نعرف شنو كان دور الوفد وشنو اللي أنجزه من ناحية إعلامية وكذلك طبية شوف أنا شخصيا يعني وأرجع أقول لك كلهم مؤسر اللي ما أخلق لها أنا ما أحب الإعلام وقليل يعني أحاول قدر المستطاع أن يتحاشى الظهور في الإعلام بس بعد روحتي الغزة واللي شفت اللي اللي سووه للفريق اللي كان مصاحب معنا أمر طويني ودكتور محمد الكنديري ودكتور محمد الصفي يقنت بأهمية هذا الجهاز بشكل مهول جزء مهم جدا من روحتي لها الغزة يمكن اعتبره حتى أهم من المساعدات اللي قدمناها المساعدات الطبية والإغاثية دعم نفس لها الغزة كان شيء مؤثر فيهم يعني قلنا عن سبع تشهر نحن يناهم أول مرة سبع تشهر كانت مرة عليهم كان شيء مؤثر فيهم إنه ما في عرب كل اللي قلنا نشوف هم أجانب الهال لما تشوف هلو ما يقولون ما يسلمون هلو يقولون هلو مهم تعودين يشوفون عرب حتى من قبل يعني حتى من قبل سبع أكتوبر الغزة كانت مفروض عليه حصار حتى الأجانب صعوبة يدشونها العرب انسى هذا شيء مفروغ مننا الأجانب كانت بصعوبة يدشونها فأنت لما يجيهم وفد عربي ومن الكويت بالذات يعني هم أهل غزة يحبون الكويت حب مو طبيعي يدعون للكويت يعني يعني جدامنا ومن وراننا وهذا شيء وصل لنا فلما أنت تروح لهم كوفد كويتي ودع الله خير يعني عمر ثويني محمد الكندري أصلا متبنين يعني شايلين هم القضية من بدايتها يعني حتى هم تعرضوا الهجوم بشخصهم يعني 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 أنت عارف يعني ما يحتاج تفاصيل بس ناس يعني تعرضوا للإيذاء شخصيا وظلوا متمسكين بالقضية يون فالناس طارت فيهم بشكل مو طبيعي يعني شكل مو طبيعي يعني الساحة لجدام مستشفى الأوروبي هذا من خيمة الجزيرة احنا كنا معتقدين أنها هي زحمة يوم سافرنا ثاني يوم مصور واحد من المصورين مصور الساحة ودازل حق دكتور محمد الكندري يقول أشوف فهذه الساحة يقول هذا الوضع الطبيعي الزحمة كانت لما أنت ويت الناس تبتيت شوفكم بس الدور الإعلامي يعني إعادة الثقة شوية بالعرب والمسلمين تفاجأتني الحين يعني هل أهم لها الدرجة يشوفون العرب يعني البعد هذا الذي حيث بينه بين أهل غزة مدة سبعة أشهر كانوا يشوفونكم أجانب وصلين لهذه المرحلة لا لا لم يشوفون أجانب بس أهم لم يتعود يشوفون يعني تروح لابس لبس الوفد الطبي فهو متعود أي أحد يوف طبي أجنبي الياهل متعود أي أحد يوف طبي أجنبي يعني ما مر عليه عربي عشان يعتقد أنه عربي الذي مر جدا كل الوفود التي دشت عليهم كل هم أجانب فما شاف عربي عشان يعتقد أنه عربي بس من بعد دخلتنا الحمد لله رب العالمين والتغطية العلامية كان لها دور ضخم جدا بدت ورانه وفود وفود من الأردن وبدت الوفود العربية تتحرك هذا بعد الله عز وجل التغطية العلامية الناس تنظر لها مكسب شخصي شنو يكسب شخص أصلا عنده مئات الآلاف من المتابعين شنو مكسب أن يروح يضع حياتها بخطر حرفيا شنو راح يكسب يعني اللي يخسروا أكثر من يكسبوه على الصعيد الشخصي اللي يخسروا أكثر من يكسبوه لما تروح تدعم قضية غزة فيه أمور واحد بعدها راح توقف عنها مجبرا لا اختيارا يعني يا أما الأطراف الثانية تمتنع عنها تيلك أنت كدعاية أو تفر أو أنت تمتنع عن بعض المنتجات الاعتبارات فأنت إذا تحسبها حسبة ربح وخسار خسار أتكلم عن الخسار الشخصية بس إن شاء الله ميزانهم يا رب الله يتقبل منهم اللهم آمين أحين دكتور نحن هنا نكسب صراحة بهذا الميزان شنو الأدوار اللي نحتاج نتخذها انت قاعدت مع أهل غزة أكيد صار في حوار بينك وبينهم وعرفت الاحتياج اللي يحتاجون والأدوار اللي نحن لازم نتخذها كمسلمين وعرب شنو هذي الأدوار شوف أنا قتلك من قبل أنا محب الظهور العلامي بس أنا موجود معاك لحين صح لأن هذه التوصية ما حد قلت له شنو تبي وما وصاني إياها لا تنسون ونشروا قضيات هذه الكلمتين سمعتها من الصغير والكبير لا تنسون ونشروا قضيات فأنا يعني من ذاك الوقت أي منصة أي مكان يتاح لي فيها أن أتكلم عن قضية غزة قاعدة أتكلم فيها على طول فأول شيء يابونا ننظل نتكلم طال الزمن صح والوضع صعب والإنسان نفسي تتعب بس أنت تعت نفسيا من المشاهدة هو قاعد يعيش وأنا أقول لك أنت يعني ترى والله في تفاصيل يعني لو تدش فيها كل القصة بروح ترى مأساة يعني ينكتب فيها كتب يعني واحدة من الحالات كنا في المستشفى الكويت يشغالين حالات قالوا لنا في استهداف نزلنا الطوارئ أم وأبو أربع عيال نايمين بخيمة نزع عيام صاروا الأم والأبو ريولهم كلها هبوا تيرات صاروا بنازل بينهم العيال الله ستر عليهم ما صار فيهم شيء هذا المشه تصورنا صح صورة واستهداف ومش عارف ايش بعدين الأم صاروا معاقين هذا أذى الأب وعاش يعني لين طلع نحن من غزة كان في العناية المشددة عندها حروق من درجة عالية فما تعد استشهد ما استشهد الله أعلم بس بعدين هذول يهال اللي أكبر واحد فيهم عمرها خمس سنوات شون رايش الأم شون راح تقدر يعني تعيل إسرتها ما عندهم أحد بس كل الأسرة هذه اللي موجودين في المكان يعني نقول لك نحن يمكن اللقطة تتصورها وتتعاطف معها لحظيا بس ما بعد اللقطة ترى مآسي فهذا الشي لازم يحسون أن هم يحتاجون دعم مستمر دعم نفسي مستمر غير طبعا الدعم المادي يعني الحمد لله رب العالمين أرجع أقول لك الحمد لله أننا في الكويت والجمعية الكويتية اللي غاثة بالإضافة إلى الجمعية الثانية يعني مهم قصرين وقاعدوا يحطون يعني جهد ضخم جدا أن يوصلون 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 المساعدات إلى داخل الغزة وقادرين بفضل الله عز وجل يعني توق قافلة وصلت إلى الشمال والحين يعني يسوون مشروع إن شاء الله إذا الله كتب للنور يعني وشغالين عليه يعني يعني فإذن الله عز وجل رح يكون نقلة نوعية في العمل كله يعني المشروع اللي شغالين عليه اللجنة فلسطين في الجمعية الطبية الكويتية إذا الله يسر أمورهم ومشت رح يكون نقلة نوعية تماما يعني مخطط كامل لإعادة تأهيل المنظومة الطبية من إلى تبدأ من الحين أثناء الحرب وتنتهي في ما بعد يعني بعد ثلاث إلى خمس سنوات من انتهاء الحرب يعادة تأهيل المستشفى يعادة تأهيل كامل ندعم هذه الجهود يعني كل واحد يقدر يسوي يعني الحين في زمن السوشيال ميديا ما في أحد ما يقدر يسوي شيء اللي ما يقدر يتبرع بفلوس يقدر يشارك اللي ما عنده هو قدرة أن يسوي محتوى يقدر يشارك المحتويات الثانية المقاطعة مقاطعة مهمة جدا 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 مو عشان هم عشان نحن يعني أنت كشخص إذا أنت ما قدرت تتغلب على شهوتك بشراء المنتج المعين هذا أنت يعني وصلت لمرحلة من الخذلان كبيرة وبالنهاية ترى كل إنسان راح حاسب روح ما فيه فلان قال وفلان قال أنت تحاسب نفس كل ما آتيه يوم القيامة ترد فكل واحد يجهز نفسه حكا اليوم هذا أنت حضرت هذا ابتلاع على المسلمين أنت شنو سويت أقل القليل اللي كنت قدرت سوي سويت ألا ما سويت طيب أنت هل راح تكتفي بأقل القليل عشنا أيام الغزو هل كنا مكتفيين ما كنا مكتفيين بأقل القليل أنت تابي 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 طيب مثل ما أنت تابي ترى الناس يبون والمأساة اللي عشناها مصغيرة بس مأساة موايد أكبر ما فيه مقارنة بأي شيء ثاني ما فيه مقارنة بأي شيء ثاني أنت زرت بولدان منكو ودكتور عدل يعني لو نقارنها بغزة لا تقارن بأي شيء آخر من حيث المساحة مساحة صغيرة جدا ترى غزة تأخذها ترى ترى ساعات من إله يعني مشي على ريولك تأخذها من إله ثلاث أربع ساعات ما أقول لك بالسيارة مشي على ريولك كمية القصف والاستهداف الممنهج يعني أقول لك هو قصف معشوائي أهم يدرون شنو قاعد يقصفون قصفوا المخابز قصفوا المستشفيات قصفوا محطات تحلية المياه قصفوا الصرف الصحي متعمدين يخلونه المكان غير قابل أن أحد يعيش فيه متعمدين هذا بس الله ما يبتليهم بناس عجيبين يعني يقول لك هذا اللي أنت معذب صار لك يتعذب فيه ثم انتشر يطلع ما يروح يشوف علالة يروح جدام المستشفى يروح علامة النصر يقول عن عمرها هذا المطلوب منه يعني لا أحد يستحقر دوره لا أحد يستقل الجهد اللي قاعد يسويه كل واحد قاعد يسوي شيء أول شيء بإذن الله في ميزان أعماله وثاني شيء قاعد يأثر يعني تراكم الجهود إيه هي اللي قاعد تحرك يعني حراك الجامعات اللي صار يعني المظاهرات اللي صارة تبدوها للعالم هذه ترى لها سبب النشاط الناس اللي صار على السوشيال ميديا هذا ترى يعني المقولة الشهيرة يقول لك من ينتصر في الحرب هو من يكتب التاريخ هي العكس يعني اللي يكتب التاريخ هو اللي رح ينتصر في الحرب مون اللي ينتصر في الحرب هو اللي يقدر يكتب التاريخ لا لا اللي يكتب التاريخ هو اللي رح ينتصر في الحرب نحن لازم نساهم في كذلك بالتاريخ بالطريق الصحيح لأول مرة دكتور في أحد الأحداث التي مريت فيها وهذه التي تشرب بشكل كبير عندنا وهي الزيارة الثانية عندما يأكم خبر أنه لازم تغادرون غزة بأسرع وقت نريد أن نأخذ القصة كاملة منك نحن رأينا مشاهد لازم نشرب ماء نحن بصراحة شفنا المشاهد وصار فيه خوف بصراحة في الكويت عن الأل الوفد الكويتي وحتى في العالم كله أنه في ناس أطبع دنا في الوفد الآن هم في خطر مثل ما أنت قلت قصف عشوائي فشون تلقيته الخبر هذا خبر المقادرة نحن ليلتها كنا شغالين في المستشفى الكويتي فهي تخبار أنه في تحركات عسكرية يعني ممكن يصير فيه استهدافات في رفح زال الله خير دكتور عمرو الهنيدي قال ما رأيكم نقعد لأن شكلها ستصير لويا اليوم عندهم مع العادة نرجع يعني نخلص شغلنا ونرجع للسكن في فيلا واحد نتبرع فيها زال الله خير يعني نتبلها كنا نقعد فيها بس قال شراكم نقعد شكلها يعني شكلها رح تصير ليلة حافلة فقلنا خلص الأخوان كلهم زال الله خير يعني قالوا نقعد ففعلا كان في يعني ليلتها كان يعني شوية حركة أكثر يعني في قصف استهدافات أكثر يعني نزلنا أكثر من مرة على الطوارئ قعدنا الصبح إيانا تلفون من أخ أنس ومنسق كان ما رح نحو العالم قال رده الحين ترجعون السكن خلاص علقنا أعمال القافلة الطبية هذه تعلقت أعمالها تماما لا شغل ولا حد يتطلع بالعلام ولا حد يتكلم رجعوا نزلت المنشورات هذه بإخلاء رفع رجعنا يعني أنا بس هي الإنسان يعني يبني قناعاته على اللي يشوف ها جدام إحنا موجودين وكان في وفد أندونيسي موجود في نفس الوقت في مستشفى الكويتي فالدكتور يعني مدير مستشفى الكويتي دكتور صاحب الحمص الله يحفظه كان حايس يقولهم دقوا والحين دقوا على منظمة الصحة العالمية يشوفوا يروحوا استغرب منه يعني يفيدونك هذول يساعدونك قال شا سوا فيهم قال احنا ندري وين نروح ندري وين نروح يعني حتى سمع الله صار فيه استداء عندنا ندري وين نروح هذول شا سوا فيهم وين نوديهم هذا شي يعني عرف لي كنا قاعد يقول لك روح لا يعني يمكن أنت تقعد نفسيا وتبي تساعد بس إذا صار شي أنت رح تصير عال عليهم وراح تساعدهم وهو عنده أهل هو خلاص كل واحد فيهم يقدر يدبر حاله وديرته أنت شو بيساون فيك ولا رح يخلونك يعني يعني ما رح يدونك كل واحد يروح يساعد نفس أكيد رح يضرون يساعدونك أنت رح تصير حزتها عال مو مو مساعد هتعرف هذا أول يعني أول شك يعني بعدين رجعنا للفلة قالوا لنا خلاص يعني علقنا العمال وتم تأمين الفلة التي نحن فيها تنسيق أن هذه 48 ساعة مؤمنة حتى إذا ما قدرنا نطلع هذه 48 ساعة مؤمنة الأمن الذي قال لمكان نطلع خارج المنطقة التي تم إصدار الأمر بإخلاءها المستشفى الكويتي كانت خارج المنطقة لمطلوب إخلاءها بس كان حديث الدكتور سهيب أن يلقى خطة خروج حتى إذا يال استهداف للمستشفى الكويتي يقدر يتصرف يعني فرجعنا قالوا خلاص يعني صار فيه اتصالات هم الجماعة يعني لأن مطار والمعبر تروح اسمك موجود على المعبر أنك رح تطلع اليوم لازم فيه تنسيق مو تذي كل واحد يروح يسافر لا لأن نحن اسمنا موجود يوم نحن اسمنا موجود من باتر تصار فيه اتصالات وهم عندنا جهات تدخلت وقدروا أن يحطون اسمنا بنفس اليوم على المعبر يعني قالونا خلاص شيلوا راتكم و رح نمشي طبعا فيه يعني صار نيعاد النزاع النفس يعني نقعد نساعد ولا خلاص نلتزم مع الجماعة ونطلع فصار فيه يعني اخذوا رد بين الشباب يعني بس يعني بالنهاية اول شيء هو عمل جماعي ثاني شيء الجمعية هي المسؤولة وهي اللي تحمل الأمر وثالث شيء أنت ما تريد تخرب عن اللي بعدك يعني لو لا سمع الله صار حق أي أحد أي شيء أنت تقريبا نسفت أي فرصة لأي أحد بعدك أنه من الكويت حتى لو ما كانت يعني بشكل رسمي بشكل يعني حتى الناس رح تخاف أنها تي يعني رح تزيد الخوف بشكل كبير من الناس تغير يعني يكون الموضوع كل مرتب مؤمن ورجع أقول لك يعني كان فيه تنسيق ونحن رايحين يعني فيه تطمينات أنه حتى لو لا سمح الله صار شيء يعني وشفنا هذا شيء واقع يعني مو كلام يعني يعني لما الأخوة برحمة حول العالم قالونا أنه فيه تنسيق وفيه ترتيب شفناه شيء واقع يعني يعني لما صارت على طول يسحبونا من المستشفيات يعدونا بالفلا وأمنا والفلا حتى لما طلعنا بأغراضنا كان فيه سيارة مو مؤمنة ما تحركنا لما أمنا والسيارة تأكدوا أن السيارة هذه ما راح تنظروا توصلنا للمعبر الدكتور شنون يتأكدوا أن واصلكم عندهم أقول لك هما ترى يعني صار لهم سنين يشتغلون بغزة ففيه تواصل عندهم حتى الجانب حتى الكيان عندهم فيه ترتيب أرجع أقول لك نحن نشوف جانب واحد منهم بس بالنهاية هما يشتغلون ويدرون شنو يسوون مع الأسف بس لازم تعرف قدرات عدوك هما يدرون بالضبط شنو يسوون واللي يسوون 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 يتعمد فبس وصلنا المعبر ومن يعني يعني وحنا بالطريج بدأ القصف يزيد ما كان فيه قصف يعني كان فيه قصف فس لما وصلنا المعبر صار القصف يعني مستمر وتسمع الدنكينج والطيار قط الصاروخ وقمنا نشوف الانفجارات يعني وتحس فيها يعني يعني تحس فيها يعني رأسك يسوي شديد مو بس ان تحس بهز لا لا يعني ضغط ضغط بدأنا نحس فيها هذا زيارتنا الأولى كان نحس بالضغط ان نسمع القصف من ابعيد بس ما كان فيه شيء قريب من نفس المرة الثانية هم مو قريب ما اقول لك ان لا يعني بس قريب بحيث انك تحس انت تكلم عن الاناب الثقيلة يعني مو يعني ما كان يقصفون نحن بس كان فيه قصف تحس فيها فبس دكتور انت الحين متجه صوب الحدود وقعد تترك المكان اللي قاين قصف الآن حاليا على بالنسبة لي مهم هذا الشي يعني انت كنت في هذا المكان اللي قاعد ينقصف وفي اشخاص انت كنت معاهم قبل فترة بسيطة فش كانت المشاعر عليك ش شعور الطاغي هذا اللي هذا اللي بدشاني قهر يعني انا اللي عرفش شخصيا انا الحمدلله رب العين بس تعرفت لظلم يعني ظلم على صعيدي شخصي تعرفت لظلم كبير بحياتي بس اول مرة بحياتي ارجع من القهر يعني اقول لك كنت اشوف الناس يعني في شوية تعاطف راح نهدهم في شعور بالخذلان بس القهر كان يعني شعور اول لخنقي يعني حسيت اني يعني لو لم بات شي كان يمكن صار في شي شنو تأثير هالرحلتين عليك شخصيا اليوم انت شاهدت الحياة في غزة وشاهدت امور كثيرة يعني مشاهد تحسها مو مشاهد تحصل معانا في الدنيا شنو وقح عليك اليوم هي زيارة هي زيارة واحدة كافية عمون الرحلات اللغاثية هذه شوية تغير منظور الحياة يعني تغير ترتيب اولوياتك في الحياة تحس ان في شغلات كنت تعتبرها مهمة هي فعليا يعني ما قلتافها بس في ذي القائمة يعني وفي اعتبارات اهم بالحياة يعني بس زيارتنا الغزة يعني فعليا تمنعك انك تعيش انسان طبيعي ما تقدر خلاص يعني انت صج جسمك يطلع مغزة بس كالب معلق هناك يعني انا يوميا اول شي اقعد من النوم اشيك على اخبار انا يعني مو متابع للاخبار اصلا يعني مو من هوات متابعة الاخبار الواد الله يحفظ على طول اخبار بس انا يعني مو اشيك على اخبار اشوف شنو صار شنو ما صار ادش على الواتس اتأكد في احد داز رسالة في شي صار يعني للاشخاص اللي انا اعرف هم شخصيا بعدها خلاص يبدأ يبدأ يوم ومع يعني خلال يوم يعني ارجع اقول لا تدار تعيش طبيعي يعني عندما ندش بعض العمليات يعني في شعور غريب يعني ليش انا قاد اصوي حس ان اللي قاعد تسوي ما لقيم مقارنة باللي كنت تسوي هنا يعني انا اقول لك دائما لما خلص الرحلات اللغاثية هذه والحمد الله يعني رحت كثير شعور مرضي شعور يعني ترجع مستلذ باللي سويت وهذا شعور مو غير يمكن عشان الطريقة اللي طلعنا فيها مادري بس يعني حتى الرحلة اللغة كان نفس الشعور بس اقل ويد ما زلت حاس انك مقصر يعني الشعور بالتكسير هذا ما رح زاد لأن انك شفت ودريت ان اللي سويت ترى ولا شي ولا يعني نقطة في البحر المفروض يتسوي دكتور بما نقع تشوف الأخبار الصبح يعني انت قاعد تشوف السوشال ميديا نفسنا وتشوف المشاهد التي تحصل في غزة في السوشال ميديا يعني هذه اثرت علينا نفسها صراح المشاهد لكن السؤال هل هذه المشاهد التي نحن رأيها في السوشال ميديا هي صورة الكاملة في غزة ام 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 لا ندري عنها اكثر بايد ارجع اقول لك انت اللي تشوف معين يعني خلاص هي وانت لان صدف ان المصور يكون موجود او هم المصورين انا شفتهم بعيني يعني لما يصير استهداف يركض انت صاروخ جدامك يركضون يروحون عشان يصورون غير الطواقم الاسعاف غير الناس اللي اصلا مو من طواقم الاسعاف بس خلاص يعني نذر نفس خلاص انا اروح طلع اللي تحت الانقاط شفت جم واحد خلاص هو ما عنده شغل فخلاص قاعد وين صار استهداف يركض يروح يساعد طواقم الدفاع المدني اللقطة هذي اللي انت تشوف قلت لك في قبل ها وفي بعدها يعني قصص شايد دكتور الله يعطيك العافية تعبدك معي في الحلقة بس مهم بالنسبة لنا نأخذ قصة غزة من الداخل فالله يعطيك العافية الله يعافيك وشكر لكم جدا على الاستضافة وثمانا انه ما كون يعني لجيتكم لا الله يعطيك العافية الله يعافيك كس